هذا يسأل ويقول تهدف سيارة أو سيارات الإسعاف إلى السرعة في إنقاذ وإيصال الحالات المصابة إلى المستشفى في أقرب وقت ونرى البعض من الناس في الطرق لا يعطي سيارة الإسعاف حقها من إفساح الطريق لها وتيسير عبورها إلى المستشفى معالي الشيخ عبد الله نود الحديث عن آداب الطريق وأهمية إعطاء الأولوية لسيارات الأسعاف في السير إنقاذاً لأرواح الناس الإسعاف يحمل المريض في الحالات الحرجة إلى الطوارئ في المستشفيات فهو حالة طارئة التأخر قد يكون سبباً في وفاتها قد يكون فرصة حياة الدقائق فإذا كان الناس لا يتعاونون مع هذه الأجهزة المخصصة للطوارئ فهذا حرام حرام شرعاً يدل أيضاً على عدم يعني مبالات ما عندهم مبالات يعني يدل على عدم مبالات ما يبالون بحد الواء الناس فيهم أنانية وإلا أحبتي في الله المفروض أن الإنسان إذا رأى مثل هذا يجعل في نفسه يصور لو أنا أوخوي في الإسعاف لو أنا أخي في الإسعاف ماذا أعمل؟ إنني أريد أن ينطلق مفتوح له القطل لأن الثواني محسوبة في حياة صاحبة في حالات محينة من حالات الإسعاف ولهذا يا أحبابي بارك الله فيكم يجب يجب على المسلم أن يتعامل مع أخيه المسلم في حالات الطوارئ فإن هذا من حق الأخوة حق الأخوة الإسلامية الأخوة الإسلامية لها حقوق من ضمنها إذا استنصرك فانصر وإذا استغلت تغيثه وإذا رأيت عليه ظلما ترفعه هذه الآن المسكين في حالة طارئة جدا إما يكون معه نزيف أو يكون معه أو توقف قلب أحيانا أنت ما تدري إذا أعرف إسعاف ما تعرف إشه صحيح ولذلك يجب عليك يا أخي أن تتفاعل مع حالات الإسعاف وأن تحتسب ذلك عند الله تعالى ترجمة نانسي قنقر